خلونا نتكلم مع حضراتكم في بعض الموضوعات المهمة قبل ما نروح لأبرز وأرقام وإحصايات مباراة اليوم خلونا نتكلم مع حضراتكم عن تأهل منتخبنا الوطني كابتن حسام حسن اللي عامل شغل أكثر من رؤى شفنا تأهل منتخبنا الوطني مجموعتنا فيها بوتسوانا فيها موريتانيا فيها كاففيردي الحمد لله كابتن حسام حسن وجهازه الفني قدروا يوصلوا لكأس الأمم الأفريقية اللي هتكون في المغرب عشرين خمسة وعشرين في الجولة الكام في الجولة الرابعة كان متبقي ماتشين فرصة كبيرة جدا للجهاز الوطني إنه يجرب لعيبة شفنا الكابتن حسام حسن وهو عنده الجرأة إنه يدي بعض اللاعبين الصعيدين وهي دي دايما سمات حسام حسن ما حفظ الألقاب دايما بيحب يصاعد لعيبة للكرة المصرية سواء لما كان في لندية وهو مسكه ودلوقتي هو مزك منتخب مصر عنده ماتشين فرصة من دهب إنه يقدر يطلع لعيبة علشان يكسبها للمستقبل الجاي والكاس الأمم الأفريقية شفنا أحمد عيد بكراي شفنا شحاتة شفنا حسام عبد المجيد شفنا طاهر محمد طاهر أحمد نبيل كوكا لعيبة كتيرة أسامة فيصل دي كلها لعيبة دفع بها الكابتن حسام حسن علشان الفترة اللي جاية وأيضا مصطفى شبير محمد ربيعة كمان مدافع سموحة اللي قبل بلاء حسن ومصطفى شبير في حرس المرمى في المبراءة الأخيرة شكراحة بالفعل